يعني ظروف حارجة واستثنائية كل يوم بنشاهد أحداث يمكن أصعب من اليوم اللي قبله منطقة ككل بتمر بظروف بالفعل استثنائية وده الوقت لتوحيد الصف والمواقف أهمية إنعقاد هذه القمة في هذا التوقيت بالتحديد إيه؟ يعني بالفعل أهمية قصوى هذه القمة العربية نظرا لهذه التحديات الجسام التي تعصف باستقرار هذه المنطقة وتصور أن يعني إن كان قديما كانت فكرة العمل الوحدة والعروبي والقومية العربية والوحدة العربية لكن للأسف يعني طرأت كل هذه الظروف وكل تلك الجائحات والملمات التي أصبحت يعني نزلت بسقف التوقعات والطموحات العربية من فكرة الوحدة العربية إلى فكرة الوحدة القطرية إلى فكرة أن تحافظ الدولة على وحدتها ألا تتشذى الدولة ألا تنقسم الدولة فشوف تجد ما يحدث في سوريا أكثر من يمن أكثر من سودان أكثر من ليبيا فأصبحت للأسف الشديد بعد كان الحلم الوحدة العربية الآن الحلم يعني انحصر إلى فكرة المحافظة على وحدة سلامة التراب الوطني والوحدة القطرية لكل دولة عربية على حدة والتحديات يعني كبيرة وجسام ولكن تأتي على رأس التحديات والأوليوات الآن ما يحدث في غزة جميلة